اشتركوا في القناة ويقول المعلمون ان تتنهي رواتبهم لا يسمح لهم بتلبية حاجياتهم ما يؤثر سلما على ادائهم وعلى اصال رسالتهم التربية لحوة درس يومي في احدى مدرس موكشوق يقدم هذا المعلم درسا من القراءة علّه يعلق بذاكرة الاشبال فثلاث عشرة سنة من التعليم كفيلة بان تعطي صورة لحال المعلم الذي يشكون عدة مشاكل مشكلة الاولى مشكلة الرواتب الزهيدة مشكلة الثانية مشكلة غياب مبدأ العقوبة والمكافأة لان اي انسان يعدل عمله كما ينبقي على احسن ما يكون يجب علي انه يشعر علي ان الدولة عاطي عيناي لهذا ومتبهل مشاكل المعلم انعكست على التعليم فقد يعيش المعلم اكثر راحة في العاصمة لكن حين يتحول الى داخل البلاد تبدأ الصعاب اجور زهيدة ونظرة دونية بدل التقدير والتبجيل الذين لا تزال منهما بقية المعلم يعيش من الوضاع صعبة والتعليم يقري ويطلع من بعيد والنقل ويطحد يزيد من اخلاصه اياك على انه يجد يزاول التعليم بصفة جيدة المعلم هو ابو التلامين هو المعلم الذي يعلم هذا الجيل وربيه على عمل الصالح تقول الارقام الرسمية ان عدد المعلمين يقارب 15 الفا يعيشون في ظروف معقدة ويتقاسمون نفس المعاناة في فصول يتجاوز عدد الواحد منها مئة تلميذ او يزيدون الاول مطلب كان عندنا اساسا هو تطبيق نظام الاسلاك نظام الاسلاك هذا نظام تفقت عليه الوزارة ومجموعة من النقابات على انه لا يطبق وللانا ما فات برزن النور ولا فات وطبق هذا النظام يقدنصه مجموعة من المعلمين الذين يطبق ثانيا تقدماتنا الليلة وخمس سنوات هي مدورة عليها اقامة جبرية ما يقدر تقدم نختار هذه التقدمات تواصل ونختارها تهار ثانيا عند مجموعة من مطالب الاخرى لتعلق بتحسيم الوضع الاقتصادي حتى من تحسيم المستوى الاكاديمي تطوير مستمر غايب نهائيا لأسف الوسائل بداية سبورة من الاسمنت لونها كمستقبل المعلم وطباشر ضرها اقرب من نفعها مع هذا يظل المعلم الحلقة الاضعفة في بيت التعليم الوهني حسب المعلمين الى هذه الوزارة يتوافد عشرات المعلمين يوميا يحمدون مشاكلهم علهم يجدوا حلولا لها او على الاقل ان يسمعوا اصواتهم الى من يهمه الامر محمد عمر بلول تلفزيون الساحل واكشوت وللمزيد حول هذا الموضوع معنا في الوسيديو الحاج علي بلال بابو مدير مدرسة الشيخ محمد الحافظ بسبخة واقيادي في نقابة المعلمين اهلا وسهلا بك بداية هل برأيك ما زال المعلم يحتفظ بنفس المكان المحترم الذي وصل اليها في يوم من الايام اولا بسم الله الرحمن الرحيم اصلا الله على نبيه الكريم اولا شكرا لقناة الساحل على الاستضافة الكريمة والجواب على السؤال مباشرة لا لماذا لان المجتمع اصبح مادية ويظهر الى الشخص نظراء مادية والمعلم متدنى الراتب ولهذا الاساس اصبح المجتمع ينظر عليه نورة الزراء طيب لماذا يركز المعلم برأيك على الحقوق اكثر من تركيزهم على الواجبات او على اداء الرسالة المنوطة بهم يعني في مسار التعليم لان هذه الواجبات ننوطة بتحقيق هذه الحقوق بتوفير هذه الحقوق اذا لم تتوفر هذه الحقوق فكيف باستطاعتنا نوفرها فالمعلم يحاول ان يعيش عيشة كريمة بالبحث عن المهن الموازية الموازية كي يستطيعان يعيش عيشة كريمة طيب الا ينعكس هذا على مستوى اداء المعلم ومنه ينعكس على مستوى التلميه والتعليم سوبا ينعكس على اداء المعلم لانه نفسيا ليس مرتاحا وبداليا ليس مرتاحا عندما يزلوا الساعة ثانية يذهبوا يبحثوا على العمل اخر اما في السيارة او في البيوت تعليم الاطفال اليوم وهذا حقا متعب وطبعا ينعكس على نقص الاداء طيب رحلة البحث عن العيشة الكريمة هذه الا يمكن ان تكون مشحفة ربما بالاطفال او بالتلاميذ في داخل الفصول طبعا طبعا هذه الرحلة مشحفة لكن لماذا؟ السبب لا يعود للمعلم السبب يعود للمسؤولين الكبار على التعليم لانهم هم الذين جعلوا المعلم في هذه الظروف واضح كيف؟ نحن لا نتوفر على قطاع لم تعطينا دولة قطاع ارضية هذه واحدة غرات متدني لا يستطيعوا ان يعيش به المعلم اسبوعان فقط من الشهر اذا على هذا الاساس فان ربعا هذا سوء يعكس على ادالة العليم طيب اذا ما تقبلنا ان الحكومة او الجهة المعنية باصلاح التعليم تتحمل جزءا من هذه المشكلة او من هذه المعاناة الا يتحمل المعلم كل باقي المسؤولية؟ نعم المعلم يتحمل كل المسؤولية والمعلم يقوم بمسؤولية بقسم كل يوم المعلم يأتي للمدرسة ويدرس كل يوم واضح هذا كل يوم وهذا بعد والملاهج جديدة والمدارس لكن الراتب متدني على الاساس المعلمة يستطيعون شكرا جزيلا شكرا الحاج علي بلال بابو مدير مدرسة الشيخ محمد الحافظة بالسبخة وقيادي في نقابة المعلمين شكرا